تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للضمير الذي يصادف يوم الخامس من أبريل والذي تم اعتماده من قبل منظمة الأمم المتحدة تفعيلا لمبادرة سموه وأكدت أن مبادرة سموه الحكيمة تعد تقديرا دوليا رفيعا وإشادة أممية عالمية بجهود سموه الحثيثة في دعم ومؤازرة مبادرات الضمير العالمي من أجل المسيرة الإنسانية وإقرار جهود السلام العالمي داعية المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والبركات وعلى مملكة البحرين العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ملكة البحرين و حفظه الله ورعاه ملكة البحرين ورعاه ليا علاوان ورعاه ملكة البحرين